فالصفة الكاملة كما ذكرها المؤلف أولا يغسل فرجه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة لكن بالنسبة للرجلين ورد فيهما صفتان الصفة الأولى أنه يغسل رجليه مع الوضوء والصفة الثانية أنه يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على جسمه مرة واحدة ولا يثلث غسل بدنه وقال المؤلف ثم يغسل رجليه بمحل آخر هذا المشفور من مذهب الإمام أحمد أنه يغسل رجليه مرتين جمعا بين الحديثين فيغسل رجليه مع الوضوء ثم يغسل رجليه مرة أخرى بعد نهاية الغسل والذي يظهر والله أعلم أن يقال بأن هذا من باب السنن التي وردت على وجوه متنوعة فتارة يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل رجلين وتارة يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل هذا الذي يظهر والله أعلم جمع بعض العلماء قال إن كان المكان نظيفا غسل رجليه وإن كان المكان فيه تراب أو طين ونحو ذلك فإنه يؤخر غسل الرجلين